السلام عليكم اهلا بكم في فوكس شانل معكم احمد يحيا بروس انجينير الكيس دي هي الكيس اللي احنا هنوصل لها في اخر خلص يعني انا سجلت الخطوات بتاعة الكيس خطوات الحل بدأنا من الصفر بدأنا ان احنا نضيف بدأنا نضيف 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 الرياكشن الرياكتور الموجودة عملنا حاجة اسمها وعملنا وفي الاخر وصلنا لحاجة جميلة جدا احنا عندنا الكيس بتاعتنا دي اتنين البويلر الاول ده كانت الكبس بتاعتها تقريبا تمانية وخمسين في المية وبويلر التاني الكبس بتاعتها خمسة وخمسين في المية يعني بياخد مية وبيحولها الاستين اقل من الدذاين بتاعو او نسبة لماكس مم تاعتو هنا في الخمسة وخمسين في المية وبويلر او ديني و تمانية وخمسين في المية كنا بناخد كهربة من الشبكة في البلاور بتاع البويلر الاول بالاور البويلر التاني وكهربة في من الشبكة عشان ندخلها بقى في الشبكة بتاعت الكبس بالكهربة اللي موجودة في الشركة بتاعتنا 1976 لان attribute كنا بناخد كهربة 2 ميجا و 8 من 10 تقريبا وك وبعد كده بعد ما عملنا السيميليشن بتاعنا حسبنا التكليف بتاعت المية اللي في حسبنا التكليف الغاز اللي في وخد بالك الغاز اللي في البيلر الاول التكلفة بتاعته مختلفة عن الغاز اللي في البيلر التاني لان الكمبوزيشن الموجودة هنا هي غير الكمبوزيشن اللي موجودة هنا وحسبنا الكهرباء اللي في البلاور الاول والبلاور التاني وحسبنا الكهرباء اللي احنا بنجيبها علشان ندخلها في الشبكة بتاعت حسبنا الى. الى حاجات كلها لقناها تقريبا 2600 دولار في الساعة. بعد كده عمنا عشان اقلل التكليف اللى موجودة دي فلاقينا ان احنا وفضنا. في السنة مية وسبعين الف الدولار دول يتوفروا ازاي من غير ما نعمل من غير ما نعمل اي اه تعديل في المصنع كل اللى احنا عملنا اه ان احنا غيضنا الحمولات بتاعت البويلر يعني خلينا البويلر اولين اللي تشتغل تقريبا ب 27 في المية كباستي والبويلر التانية زودنا كباستي بتاعتها خليناها 90 في المية لقيت ان الكهرباء اللي انا بخدها من الشبكة لقيت تقريبا هاخد خمسة ميجا ككهرباء بدل اتنين وسببا عشرة مين اللي هعمل للموضوع ده بشيء اسمه هو اللي غير في كمية الميا هو اللي غير في كمية كهرباء علشان يقلل التكاليف اللي انا بصرفها في السنة طيب وبعدين ايه برضو ممكن نحن نستفادوا في الفيديوهات بتاعتنا دي استفادنا ان احنا استخدمنا حاجة اسمها الاسبريتشيت الاسبريتشيت دي اه شبه ملف الاكسل بنستخدمها عشان نحط فيها شوية عشان اه نحسب حاجات الهيسيز ما بيحسبهاش زي ايه اولا احنا ما بنشتغلش على بويلر ولا بنشتغل في الهيسيز احنا بنتحايل على الموضوع بنعمل هيتكشنجر والهيتكشنجر ده بيكون لو بويلر مثلا فبيكون ده الووتر سايت او الستيم سايت اللي هو الجزء اللي ماشي فيه ميا او ماشي فيه ستيم طيب ده التبادل الحراري اللي بيتمي مع عادم الحريق ومع اي حاجة تانية فمسلا لو انت عندك بويلر مثلا والبويلر ده فيه بيطلع بخار ساتوريتد فبيبقى منطقة واحدة بس زون واحدة بس موجودة في البويلر فبتعمل هيتكشنجر واحد طيب لو البخار يطلع ساتوريتد وبعدك تدخل على زون تاني سوبر هيتر عشان يطلع بخار سوبر هيتد يبقى سايتها تحتاج اثنين هيتكشنجر لو عادم الحريق اللي بيطلع على الجو قبل ما بيطلع بتودي على هيتكشنتجر عشان يتبادل مع الهواء بتاع الحريق فدا بقى اسمه ت газكشنجر فساعدت بتعمل هيتكشنتجر ما بين عادم الحريق وبين الهواء لو عادم الحريق بيتبادل مع المية اللي دخله البويولر فدا بقى اكنوميزر فبتعمل بده هيتكشنتجر ما بين عادم الحريق طيب احنا اللي بنعمله دلاتي انا بعمل لك حاجة البيز اللي هو ده السيمبل خلص احنا انا بفترض في المثال بتاعنا ان مافيش غيرهيت اكتنجر واحد بس ولا عندي اتبالهيتر ولا عندي اكنومايزر بس لو انت عملت اهيت اكتنجر ده هتعرف تعمل اي حاجة تانية هتعرف تعقد الموضوع او تعمل تفاصيل اكتر نفس الكلام بالزبط في الافران اللي بتوع موجودة في المصانع الافران دي بيبقى فيها اذا اغلال الادية والشلد والكونفكشن وفي حاجات تانية يمكن تبقى فوق الكونفكشن لو في كويلات مثلا الستيم او ادبري هيتر نفس القصة احنا بنعمل مبادلات طيب فين الصعوبة بتاعتنا في البويلر او في او في الهيتر الصعوبة بتاعتنا بتكون في جزء الكونفكشن ان انا ما باجي احسب بقى في الهيسز انا عايز احسب كمية الوقود اللي انا بستخدمها في البيلر بتاعي او كمية الوقود اللي انا بستخدمها في الهيتر بنحسب كمية الوقود دي باستخدام حاجة اسمها سبريتشيت بعمل شوية حسابات بدخل فيها الإفشنسي بتاعت البويلر أو الإفشنسي بتاعت الهيتر ويقوم هو يحسب لي الوقود اللازم علشان أعمل عملية التسخين بتاعتني طيب ده لو انت عندك الإفشنسي فبتحسب كمية الوقود نفس السبريتشيت بس بنغير بس معادلة فيه لو انت عندك كمية الوقود انت تقدر تستخدم السبريتشيت عشان تحسب كمية تحسب الإفشنسي بتاعت البويلر هي إكويشن واحدة اللي هي الأوتبوت أنجي على الإنبوت أنجي أو الأبسوربير هي على الديل طيب وبعدين كل الكلام ده بتفاصيله هتشوفه طبعا في الفيديو وبعدين حسبنا كمية الغاز بناء على المواصفة اللي موجودة بتاعت المية والليستيم كحرارة ككمية بتاعت المية وكحرارة لستيم حسبنا بناء عليها كمية الغاز طيب إحنا بقى عايزين هوى الهوى ده برضو أنا بحسب كميته بناء برضو على سبريتشيت الهوى ده بحسب الكمية الأوبتموم اللي أنا عايزها للحريق وبزود عليها إكسيس إير حسب زي ما أنت عايز فاحنا عندنا مثلا البويلر الأول إكسيس إير فيه مثلا عشر في المية البويلر الثاني إكسيس إير فيه عشرين في المية البويلر الأول الإكسيس بتاعته تسعين في المية البويلر الثاني إكسيس بتاعته تمانين في المية فبنعمل شوية المواضيع دي وبعد كده عشان نحل البويلر وبعد كده بنستخدم برضو سبريتشيت عشان أحسب التكريف بتاعت التشغيل وبعد كده بعمل الـ عشان أوصل للـ لكمية المية اللي رايحة البويلر الأول كمية المية اللي رايحة البويلر الثاني والكهرباء اللي أنا بجيبها من الشبكة القومية هي دي بصورة سريعة جدا الكسة هنشغل عليها دلوقتي ندخل بقى في السيميليشن اشتركوا في القناة